نيويورك. تفضلنا دين. نعم. أهلا بكم مشاهدين. توقعات كونها الكلمة الثانية التي سلقيها بايدن بعد النتائج التي تؤيد أنه سوف يكون رئيس الولايات المتحدة. هناك توقعات ربما ضمنية أنه قد يعلن فوزه. ولكن في نفس الوقت بايدن جدا حريص على أن لا يحدث انقساما في الأمة. طالما أن الأرقام هذه لم تعلن بشكل كاف على الإعلام. ولم تتبنها الجهات الرسمية المسؤولة من المؤسسات الانتخابية. أشك في أنه قد يعلم فوزه الحقيقي. ولكن قد يلمح له. ربما تكون هذه المرحلة هي مرحلة انتقالية للشعب الأمريكي ليجري انتقال سياسي أكثر سلاسة مما كان متوقع أن يكون هناك صدامات عنيفة خلال هذا الانتقال السياسي. وربما هذه المرحلة التي تتباطأ فيها جدا المعلومات حول من سيكون رئيس الوراة المتحدة. ربما هذه الفترة تفيد الشعب الأمريكي في تهديئة الأوضاع. يستفيدون منها تهديئة النفوذ لإمكانية الانتقال السلمي. فلذلك ربما يلمح بقوة إلى أنه سوف يكون رئيس الولايات المتحدة. أو ربما سوف يعطي أفكارا عن كيفية الانتقال السلمي. ربما سوف يلهم قناعات جديدة للشعب الأمريكي بأن من يؤيد الرئيس الأمريكي ترامب عليه أن يقتنع بأن الآن يجب أن يعرف أنه له رئيسا جديدا. هذا سيخفف من وطأة العنف الذي ممكن أن يحصل في الأيام القادمة. أو يلغيه تماما. سأعتقد أن جو بايدن سيجد طريقة ذكية لتهديئة الأوضاع. وإن لا نستطيع أن نتكهن تماما. كما إذا كان سيعلن فوزه أم لا. والاحتمالين واردين. ولكن حتما ستكون هناك طريقة ذكية لمحاولة الانتقال السمي للسلطة بين الرئيس ترامب والرئيس جو بايدن. فيما إذا أثبتت الأرقام صحتها. لأن هناك كثير من الطعن كما تعلم في ولاية جورجيا. وكثير من الطعن في ولاية تنسلفانيا. الآن هناك طلب من المحكمة قدم للمحكمة العليا من قبل ترامب وفريقه وحملته بأن تفصل البطاقات البريدية التي سلمتها الدوائر الانتخابية بعد الثالث من نوبمبر. وهذا يعني إجراء جديد سوف يطول. لأن عليهم أن يفرزوا كثيرا من هذه البطاقات ليستطيعوا أن يميزوا ما هي تحديدا ومن هي. هناك إعادة لفرز الأصوات ربما في جورجيا. ربما متوقف هذا الفرز. لأن الفارق أصبح أكثر من نصف بالمئة. قد تطلع هناك دعاوة جديدة لوقف الفرز. الأرقام لن تعلن رسميا بعد. والموضوع قيد المتابع. هذا صحيح. وعلى ما يبدو هذا ما يتطفق عليه الكثيرون حتى هذه اللحظة. على هذا الحال أنا أشكرك شكرا جزيلا. ندين ساندرز الصحفية المتخصصة في شانيل أمريكي. كنت معي عبر الهاتف من نيويورك. يبدو أن ترجمة نانسي قنقر. ترجمة نانسي قنقر.